السلام عليكم وعليكم السلام أستاذ القريشي تشرو تبي دليل أن هذا القرآن كامل أيو والله حتى نسد البث ونروح لها الزل أنا يعني أعلنت كفري آخر مرة في راح أعلم الحين توبتي يعني ورجعت للإسلام هذا رقم واحد رقم اثنين أستاذ القريشي سهل الدليل تواتر 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 عن ابن مسعود لا تواتر عن عثمان عن عثمان التواتر عن ابن عباس لا تواتر عن عثمان التواتر عن عائشة لا تواتر يعني هذا قد طلع قرآن الرئيس قلنا آخر مرة طاعة عثمان هي طاعة النبي محمد وطاعة النبي محمد هي طاعة الله هذا كلام محترمات لك كلام مو كلام أهل السنة كلام فارغ هذا أنت مألفة من قالك أنا مألفة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين نعم سنة أنا هذا جاوبتك عليها النقطة ليش نعيدها مرة ثانية قلت لك ولكنه قال لك اخذ القرآن من من ابن مسعود ليش تلعبو يا موعب وانت ليش تلعبو يا أنا ذا كل يوم قلت لك أن النبي اشتهد وانت جايت قرآن جايت فهذا قرآن عثمان وليس قرآن النبي وازالت تتبع شهادة من خارج القرآن أن هذا القرآن كامل الآن احنا ينتهي النقاش ما حسيت بنفسك طيب نعم بس انت تتبع الشهادة صح من خارج القرآن لا ما أبي لا أنت انطيت شهادة ورديتها وصار نقاش وخلص رديتك هذا قرآن عثمان الرئيس فقط لأنه رئيس طيب أنا راح أجيك استدلال عقلي راح أقول لك معقولة الله يتركنا هذا مجاوب اي نعم هذا مجاوب معقولة الله اي نعم معقولة ليش معقولة ومترك الأقوام من قبلك بقرائين محرفة كما يعتقد السنة والشيعة نعم عادي بس هذا الدين الأخير دين الأخير الدين الأخير هاي كلاوات شن صعد بالباص انت الحين تقر بتحريف الكتب السماوية الأخرى شنو كلمة الدين الأخير تقول لي وكانوا عايشين وماتوا وذولوا شن ذنبهم اي اوكي انت تقول الكتب السماوية الأخرى تحرف معلك انت معلك بي انت جاوبني بدينك ليش تنحصرون تجون تردوني آني أشيلكم ودخلكم للجنة ليش لا لا أنا ما بيك الترحيل طيب لا تقفز علي تريد تحاول تلزم بي وياك وياك مو بهالطريقية مو تكتك جيد طيب ارجع لعلى هاي النقطة ما ذنبا الذين تركوا بكتب محرفة وهي كتب سماوية ما لهم ذب ما لهم ذب طيب ليش ربك معقولة ربك يتركموا بكتب محرفة ستمائة سنة ألف سنة اختبار فتنة أسمحها عشان الله يهديه فتنة محرفة وكتابة ايه فتنة فتنة فالله يترك كتابة فالله يترك كتابة عشان يختبر ها فالله يترك كتابة محرف علشان الفتنة ايه نعم ها يعني معقولة الله يترك كتابة محرف مو ما معقولة هذا هو ترك قرآنه مقرآنه كتابه أسف معقوله يترك كتابه محرف قبل النبي معقوله ولا ما معقوله معقوله هاي يعني هو مسويها قبل نعم مسويها هاي فمو ما معقوله معقوله بش احنا شنو نقوله نقوله ان هذا آخر دين لا حيوه آخر دين هاي بالباس هاي من تصعد بالباس تقول هذا قاعد بالأخير هذا جالس بالصدر هذا هي عندي الشباتش هاي شنو كلمتها هاي اخي هذا مو استدلال هذا مو استدلال انت استدليت بالمعقولية وها انا رددتك بالمعقولية ان ربك فعل هذا الشي مع الأديان السابقة ناقشني بالمعقولية اكو أديان جديدة اجت يعني الأديان البهائية اليوم ما تقولنا القرآن الان ما علينا بالبهائية احنا علينا بالأديان الكتب السماوية اللي مثلا ذولاك اللي كانوا قبل النبي انت قلت معقوله هؤلاء تركوا بكتب محرفة خلص معناها ربك مسويها قبل معناها لا مشكلة انه يسويها مرة ثانية عندك دليل ما يسويها ما عندك دليل بل الأدلة تقول صارت في الصحيحي فلو سمعت منين ما تتجيها ما تترقع والله وشكلكم هذا شهر رمضان راح تقرون مجلات والله يا أهلا بك شكرا لك أزعجي سؤالا ما تفضل يا الله أنا سؤالي راح يكون ردا على الحلقات التي تتسويها على يعني أم المؤمنين عائشة لأن أنا أصلاً ما أحتاج أسئلك عشان أثبت ديني أنا أثبت ديني من خلال ديني أنت بالنسبة لي لا شيء أنت يعني المهم فأنا راح أسئلك سؤال قبل الله أنت تشكر على عائشة وهذا السؤال حين راح لك شكيها راح يهدم كل أشكالاتك على عائشة أستاذنا إحنا عندنا الرسول قال أني يتاركم فيكم الثقالين سؤال الله وعطرتها لبيتي وأنهم لم يفترقا عن القرآن إذن عائشة لا تفترق عن القرآن فأنت شو تشكري على عائشة عندي فضل جيد ما هو الدليل على أن عائشة من أهل البيت الدليل العاية القرآنية إنما يريد الله إذا ما عنكم الرجسة على البيت يطاركم تطهيرا هذه عاية نزال في زوجات النبي هذا كلام 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 عامة كلام السنة في الواقع لكن في الكتب في الصحيحين قالوا هذه نزلت في علي فاطمة حسن حسين أم سلمة أرادت تدخل النبي منعها وإحنا عندنا حديث أن الزوجات من أهل البيت هذا حديث يقول أن أم سلمة ما دخلت مو مشكلة مو مشكلة جيبها دخلها قابلاني فما تفترق على القرآن مو مشكلة مو مشكلة لا هي الأدلة عندكم تقول عائشة ليست من أهل البيت عندكم لكن لا عندي والله عندي حديث بصحيح مو مشكلة سأل سأل رجل وزوجاته من أهل البيت مو مشكلة سمعني لا أهل بيتي مثل ما قال لي أم سلمة أنت أهلي وهؤلاء أهل بيتي فلا تدخلي إنك على خير كل العلماء قالوا أن هذا الآية نزلت في زوجاته هذا عندي لا كل علماءك في الصحيحين قالوا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين لا تظل تلعب عموما أنا مع ذلك جرأة مني على ربكم اللي ما يسوي شي يا ما تدعوني اللهم أهلكه أرينا فيه عجائبك هذا دائما نشوف التعليق أضل لضحك مو مشكلة جرأة مني على ربكم وعلى كتبكم وعلى دينكم لنجعل عائشة من أهل البيت جيد لا فأنت تقول أن عائشة شنو لا تفترق عن القرآن بحرينة الحديث لا لا أنه يتبع عنكم الرجسة ويطهركم تطهيرا تطهيرا نعم فهذا معناها هي معصومة أفعالها بإجماع أهل البيت معصومة و هي من أهل البيت عائشة عند السنة الآن بكتبهم معصومة أو ما معصومة لا تفترق عن القرآن ما ذلك تفسرها عصمة أو ما فسرها عصمة أنت لا أنت هذا شنو تفسرها يطهيركم تطهيرا يطهيركم تطهيرا يعني هذه مدح أستاذ القرانش مدح مدح في العصمة نعم شلون مدح في العصمة و الله يهددها من يأتي من كنا بفاحشة اللي تأتي بفاحشة تطلع بره المفهوم هذا كشلون تأتي بفاحشة وهن كل هن داخلات في آية التطهير كبس شوف لك غير لا تلعب هاي اللعبة آه شوف لك غير لا تلعب على اللعبة